هذا هو ايفون 10 هل الايفون 4S يدعم شبكة دلجي للرابع ثم كلهم يجتمعون حول فتاة تحمل هاتفا بشاشة كبيرة ثم كررت سامسونج نفس السيناريو بعدها بعام وتفاخرت بكبر حجم شاشة الاس 3 وبعدها ايضا استعانت باسلوب الطابور وايضا مع جالكسي اس 4 وتفاخرها بنوع الشاشة وحجمها مقابل الايفون ثم ادخلت سامسونج هواتف النوت على خط السخرية ولعبت على واتر الشاشة والكاميرا وحين اضافت سامسونج تقنية الشحن الاسلكي اطلقت هذا الفيديو وذلك قبل ان تضيف ابل التقنية للهاتف في ايفون 8 لاحقا سامسونج في المقابل لم تسلم من اعلانات ابل فهذا الفيديو تسخر فيه ابل من الشاشات الكبيرة التي يصعب استخدامها باليد الواحدة بينما ايفون 5 يفعل ذلك بسهولة بعدها بعامين اطلقت ابل ايفون 6 بلس بشاشة كبيرة وفي عام 2007 سخر ستيف جوبس من القلم الضوئي وقال يومها من يحتاج هذا القلم ثم اضافت ابل القلم لاجهزة ايباد برو قبل عام فقط ابل ليست الوحيدة التي سخرت من ميزة ثم استعانت بها فعلتها جوجل حين استغنت ابل عن مخرج السماعة التقليدي ثم الغت جوجل نفسها هذا المدخل مع هاتف بكسل 2 اكس ال كما سخر محبوس هامسونج من هاتف ايفون 5 يومها لانه جاء بشكل طولي ثم هذا العام شهدنا سامسونج والجي ومعظم الشركات تنتج هواتف طولية اتش تي سي تفاخرت بتقنيات الصوت في هواتفها واستهدفت الايفون تحديدا في هذه السخرية وهل تتذكرون مشكلة انحناء ايفون 6 بلس يومها الجي كتبت تغريدة على تويتر هواتفنا لا تنحني انها مرينة وذلك في اشارة لهاتفها فلكس المصمم بانحناء مرين لكن اكثر الاعلانات غرابة وطرافة كان السخرية من السخرية نفسها وكان من نوكيا التي اطلقت هذا الفيديو لتهزأ من منافسة ابل وسامسونج ثم ظهر شاب وفتاة يلتقطون الصورا للمعركة عموما بعدها اختفت هواتف لوميا وباعت نوكيا علامتها تجارية لمايكروسوفت وحين يتجل الابداع في التسويق بسخرية مبطنة هنأت شركة مرسيليس الالمانية مواطنتها بي ام دابليو بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسها بالقول شكرا على مئة عام من المنافسة فالثلاثون عامل الماضية كانت مملة قليلا في اشارة الى الفرق الكبير بين الشركتين من وجهة نظر مرسيليس لكن بي ام دابليو ردت الصعص عين بصورة اظهرت ان شاحنة مرسيليس تنقل سيارات بي ام دابليو الفرق